نجي نتكلم عن أي حاجة في أي حت في أي مكان في العالم بنتكلم عن جمهور الأهلي الأول و بعد كده بنتكلم عن أي حاجة تانية ولكن جمهور الأهلي هو الأساس في كل شيء جمهور النادي الأهلي هو الأساس في نجاح أي حاجة في الدنيا تخص اسم النادي الأهلي من ضمن التويتات اللي أنا كنت بقرأ تويتات اللي كانت خالد بايومي كانت خالد بايومي من الناس اللي برضو خلي بالك يعني من الناس اللي هي يعني رجل محايد بيكلم بشكل لطيف أو نسمع كلامه الأسئلة التي تدور في ذهن كل أهلا وحلام بعد خسارة الأمس أتمنى أن تنتهي الفريق ومرسيل كولر مقبلون على برونزية كاس العالم تقريبا في نفس الإطار اللي حدثك بتتكلم فيه ليس معنى أنك أخفقت في التقاول إلى النهاية أن تترك مركز وميدالية تعني الكثير لتاريخ الأهلي منطقية في الكلام أنا ليه التويتة دي تحديدا المنطقية في الكلام طريقك محتاجك ده إحنا على طول محتاجين للجمهور وخاصة أن الجميع لم يقصر كلام حضرتك اللي من شوية الفني كرة القدم فيها جذء كبير من الحظ لم يكن معه أبطالة أفريقية وده التوفيق اللي بنكلم منطقية في الكلام من الكابت الخالد وليه أنا جبت الكابت الخالد بيومي تحديدا الكابت الخالد ولا هو أهلاوي ولا هو وسعاد بيطلب وينتقل بشكل إيجابي وشكل لازع في وقت من الأقوال وبنقرأ تويتاته صحيح هذا هو الكلام المنطقي المفروض يعني مش المفروض كل واحد يشوف المنطقية في الكلام ولما تلاقي تعليقات كده زي ما كابتن هاني قال متسوسة في النص تاخد بالك الأهلاوي وجمهور الأهل يعني بيحب لعبته بينتقد أو كل حاجة ولكن بيساند ويدعم لآخر وقت دعا